متلقيا الجرعة الثانية من لقاح كورونا دشن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد القاع رقم 6 في مركز الكويت للتطعيم بأرض المعارض بمنطقة مشرف بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الصحة الدكتور باسل الصباح وعلى هامش هذا الافتتاح قال وزير الصحة أن عدد من طلق الجرعة الأولى من اللقاح تعد عشرين ألف شخص لافتا أنه سيتم منح شهادة تطعيم خاصة تحتوي على معلومات تؤكد الحصول على اللقاح المضاد لكورونا لمن يتلقى الجرعة الثانية وستستخدم هذه الشهادة كجواز سفر في المطارات التي تطلبها تلقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19 وذلك ضمن الحملة الوطنية للتطعيم في مركز الكويت للتطعيم بأرض المعارض وتحديدا ألقى عرقم ستة والتي تمتت شينها وتخصيصها للجرعة الثانية وزير الصحة الدكتور باسل الصباح أعلن أن عدد المسجلين لتلق الجرعة الأولى يتزايد داعيا بقية المواطنين والمقيمين إلى التسجيل لحفظ دورهم في أخذ التطعيم كما بيّن أن بعد تناول الجرعة الثانية سيكون هناك تقرير يفيد بحصول الشخص على اللقاح يصله عبر الرسالة النصية تم التسجيل على منصة الطعوم وصل التسجيل إلى ما يقارب ربع مليون مسجل من جميع أطياف المجتمع وإن شاء الله من هذه المنصة أيضا شجع بقية المواطنين والمقيمين على التسجيل في المنصة لحفظ دورهم في أخذ الطعوم عدد اللي طعموا بالطعم الأول ليلة البارح تعدى العشرين ألف طعم وإن شاء الله في اليوم ومن الأسبوع القادم رح يكون عملية أخذ الطعوم مضاعفة أيضا في بعد أخذ الطعم الثاني رح يكون عندنا إن شاء الله التقرير الطعم حصول على الطعم رح هي عن طريق رسالة نصية وأيضا اليوم أحبيت أشارككم أيضا فيه بالتعاون مع الطيران المدني رح يكون عندنا شهادة التطعيم الباسبورت للتطعيم اللي رح أوريكم إياها اليوم أنا أخذت الطعم الثاني اليوم ووصلتني شهادة التطعيم وهي مرتبطة مع المعلومات المدنية بالضغط وهي صورة مأخوذة من المعلومات الهيئة المعلومات الثانية وبين بأن أنا أخذ الطعوم بشكل الدائرة الخضراء عند أخذ الطعم الأول رح تكون نصها حمر والثاني رح يكون أخضر طبعا عند المطارات إذا دعت الحاجة في المطارات الخارجية وبعد اكتمال المنظومات في مطارات الخارجية رح يكون طلب الـ QR code للتحقق من صحة هذه الشهادة وهذا الـ barcode يتغير كل عشر دقائق لضمان بأن الـ barcode يكون صحيح عنده يصول إلى المطارات وأشارت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة إلى أن وصول الدفعة الثانية من لقاح فيزر سيكون مطلع الأسبوع الجاري وأن ما يشاع عن البطء في عملية إعطاء اللقاح غير صحيحة هو ليس بطء يعيقارنون دولة الكويت بالدول المجاورة يعيقارنوننا مع دول الخليج هما بدأوا بشهر ثمانية وفي منهم بدأوا بشهر عشرة وفي منهم بدأوا بشهر هدعش إحنا بلشنا 24 ديسمبر فإحنا صار لنا بس ثلاث أسابيع فقط لغير إشلون بطء؟ وماشاء الله الدفعات اللي خذت الجرعات هذه يعني أن تحسب على 1200 بليوم فلا تقولها بطء يعني إذا بتحسبها على هالمنوال هذا إحنا طعمنا نسبة زينة وقع نمشي تواليا على أخذ التطعيمات أو إعطاء التطعيمات واللقاح لهؤلاء الفئة على حسب الدفعات اللي توصلوا عندنا فيه موجود لكن تباعا رح يوصل كل ما يسجلوا على المنصات تباعا قع نزيد بالأعداد كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله سند إلى وجود عدة تطعيمات تدخل المراحل الكلينيكية الثالثة من مراحل التطعيم علاوة عن وجود تطعيمات في مراحلها الأولى والثانية داعين الجميع إلى التسجيل في منصة التطعيم لأخذ التطعيمات اليوم هو اليوم الرابع عشر من أيام العمل في مركز الكويت لتطعيم كوفيد ناينتين حقيقة هذه الحقبة التي يعيشها العالم وهذه الحقبة التي نعيشها جميعا من عمر هذا الوضاء هي حقبة مميزة اليوم نحن نتحدث عن أكثر من 32 مليون شخص حول العالم أخذ هذا التطعيم وموزعين على 45 دولة 32 مليون شخص موزعين على 45 دولة وعشر ملايين شخص في الولايات المتحدة الأمريكية نحن اليوم نتكلم عن عدة تطعيمات حقيقة تدخل المرحلة الكلينيكية الثالثة من مراحل الاعتماد وهناك كذلك في المراحل الأولى والمراحل الثانية كذلك حقيقة اليوم نحن نشد على عضد الجميع حتى يأتي للتطعيم وزارة الصحة مستمرة في حملة التطعيمات بإعطاء اللقاح للفئات حسب الدفعات التي تصل للبلاد حيث أن الطاقة الاستيعابية للصالات بمركز الكويت للتطعيم تصل إلى 10 ألاف شخص يوميا وموفق العرقان اي تي في العدالة